رئيس الوزراء المجر المحافظ فيكتور أربان الذي يتزعم حزب فيدس ينجح في الفوز بالانتخابات التشريعية ويحصل على أغلبية مريحة تقدر بنحو ثلثي مقاعد البرلمانية رغم صدمتها المتكربة مع الاتحاد الأوروبي وعدد من المستثمرين الأجانب بقي أربان البالغ من العمر خمسين عاما يحظى بثقة المجرين لقد قال المجريون أيضا لا للخروج من الاتحاد الأوروبي لقد أوضحوا بأن للمجر مكانا داخل الاتحاد الأوروبي بشرط أن تتمتع بحكومة وطنية قوية الحزب الاشتراكي المعارض يأتي في المرتبة الثانية بفارق كبير بعد أن حصد الحزب اليميني الحاكم 133 مقعدا ببرلمانيا من 199 هذا البلد ليس حورا بسبب التجاوزات الدائمة التي يرتكبها الحزب الحاكم بأغلبيته المقدرة بثلثين وقد أبعد بتالي البلاد عن دروب الديمقراطية الدستورية حزب جوبك اليمين المتطرف نجح خلال هذا الاستحقاق الانتخابي في تحقيق تقدم ملحوظ بفوزه بنسبة 20% من المقاعد الببرلمانية لكنه يطمح إلى المزيد مستقبلا لن نتوقف عند هذا الحد سنوصل المسيرة مستقبلا وسننفض الغبار غدا عن دواتنا وسنقرر أن نناقش ما يجب فعله وأضف الزعيم اليمين المتطرف بأنه سيفوز بانتخابات العام 2018 نسبة المشاركة في هذا الاستحقاق الانتخابي في المجر بلغت 60% ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر